اشتركوا في القناة ربيل صادق كان ادى قرار او اعلن قرار بالتحفز على اموال المحافظ واموال الرجال الاعمال المرتبطين بنفس الاتهام في قضية رشوة وتم اعلان منعوهم من مغادرة البلاد وفقا لبعض المصادر انه المسألة مرتبطة باراضي ان الحكاية مرتبطة في تسهيل الاستيلاء على اراضي وفقا لما يعني يتردد وده اللي بيتم التعامل معاه في التحقيات فيه اشعاعات كتير جدا ده المصادر اجمعت على معلومات اللي بيدور حولها التحقيات انها مرتبطة باراضي في مدينة السادات لصالح الاتنين رجال الاعمال الاتنين رجال الاعمال الاتنين انا اسف مقابل انه تم تصوير الواقع صوت وصورة وده طبعا برضو زي ما قلت لحضراتكم مبارح انه الرقابة الادرية بتبقى يعني هي دقيقة في المسألة دي بتبقى مرتبطة دايما بعدد من الاجراءات المنفصلة جدا فبتروح العضية بشكل كامل لاجهزة النيابة او الاجهزة القضائية موسيقى